اشتركوا في القناة والمؤشرات ليوم الاثنين الموافق السابع عشر من اكتوبر من العام الفين واثنين وعشرين وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط شركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة الذي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدئ فقرة التحليل الفني نذكر باهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال الاسبوع ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقعي الالكتروني الظاهر امامكم على الشاشة من قسم الاخبار الاقتصادية تجدون الرزنامة الاقتصادية وجميع الاوقات الظاهرة امامكم هي بتوقيت مكة المكرمة اذا اخواني العزاء يوم الثلاثاء سوف يكون لدينا بيانات هامة تبتدئ على الدولار النيوزلندي وهو مؤشر اسعار المستهلكين وعلى الدولار الاسترالي محظر اجتماع لجنة السياسة النقدية وعلى اليورو سوف يكون لدينا مؤشر زولي معنويات اقتصاد الالماني ومن ثم في يوم الاربعاء سوف يكون لدينا بيانات هامة جدا تبتدئ على الجنة الاسترليني وهو مؤشر اسعار المستهلكين ومن ثم على اليورو ايضا مؤشر اسعار المستهلكين وعلى الدولار الأمريكي يصدر تصاريح البناء وعلى الدولار الكندي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وتختتم البيانات بصدور تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام إذن أخواني لعزاء يوم الخميس سوف يكون أيضا لدينا بيانات هامة جدا تبتدأ على الدولار النيوزلندي وأهمها معدل التغير في التوظيف وأيضا على اليورو سوف يكون لدينا انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي وعلى الليرة التركية يصدر لدينا سعر الفائدة على الليرة التركية وعلى الدولار الأمريكي يصدر لدينا حزمة من البيانات الهامة وهي معدلات الشكاومة من البطالة ومؤشر في لدلفيا للصناعات التحويلية ومبيعات المنازل القائمة وفي يوم الجمعة تختتم البيانات الاقتصادية بصدور بيانات هامة على الجنيه الاسترليني ومبيعات التجزئة وأيضا على اليورو تنعقد قمة قادة الاتحاد الأوروبي وتختتم البيانات بصدور بيانات هامة على الدولار الكندي وهي مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء مبيعات السيارات إذن أخواني العزاء نبدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار انديكس ونشاهد أخواني العزاء مؤشر الدولار الأمريكي يحاول إنهاء التصحيحات وذلك بثباته أعلى الأب تريند لاين الفرعي وبالتماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وحتى اللحظة لن نشاهد إنهاء للتصحيحات بشكل حقيقي ولن نشاهد زلزال الدولار يضرب الأسواق مجددا إلا باختراق مستوى 114 حيث أن اختراقها والثبات أعلىها يمنح الدولار الأمريكي الضوء الأخضر لضرب الأسواق واستهداف مستوى 116 و 119 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى 110.900 إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد على اللونغ تيرم لا تزال الأسعار للزوج تتداول في ضلقناة رئيسية هابطة مستمرة بانتظام أدنى الداون تريند لاين الرئيسي وحتى اللحظة نشاهد الأسعار تقترب من الدعم الرئيسي الهام الماتل عند مستوى 0.97 ألف والذي إذا نجح كسره وتم تأكيد هذا الكسر سوف نشاهد المزيد من المكاسب للدولار الأمريكي واستهداف مستويات 0.94 ألف خلال التداولات القادمة على المدى المتوسط ولن يستطيع الزوج أن يتحرر من الضغوط البيعية ويلغي السيناريو السلبي الهابط إلا باختراق مستوى نقطة التعادل الماثلة عن مستوى 1 يورو مقابل 1 دولار أمريكي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونشاهد أن زوج الباون دولار لا يزال يتداول في ظل المدى الطويل واللونغ تيرم يتداول في ظل السيناريو السلبي الهابط أدلت داون تريند لاين وإذا شاهدنا حتى اللحظة عودة التداولات دون مستوى 1.12300 وبناء مراكز بيعية جديدة أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم حين سوف نشكاهد انتداد الخسائر صوب مستوى 1.08501.04800 وقد تمتد الخسائر على المدى الطويل إلى مستوى نقطة التعادل ما بين الجنيه الإسترليني وما بين الدولار الأمريكي ولن يستطيع الزوج أن يتحرر من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 1.2000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني وحتى اللحظة نشاهد الزوج يتداول في ظل السيناريو الإيجابي الصعد وبثبات الأسعار أعلى مستوى 145 وعلى المتوسط المتحرك سوف نشاهد امتداد للمكاسب للدولار الأمريكي الذي قد تصل إلى مستوى 152.365 والذي لن نشاهد قمم تاريخية ومكاسب عنيفة للدولار الأمريكي إلا باختراقها والثبات أعلىها أما كسر مستوى 145 قد يدخل الزوج في موجة تصحيح بيعية عميقة قد تصل إلى مستويات 140 وهو مستبعد حتى اللحظة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد أخواني العزاء الزوج لا يزال يتداول في ظل السيناريو الإيجابي وذلك بالحفاظ على المراكز الشرائية على الدعم الماثل عن مستوى 1.36500 وعلى المتوسط المتحرك ولكن لن نشاهد مكاسب قادمة للدولار الأمريكي إلا باختراق مستوى 1.39500 حينها سوف نشاهد الانطلاق صوب مستوى 1.44000 وقد نشاهد 46 ألف خلال التداولات المتوسطة الأمد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ونشاهد الأسعار لا تزال تحاول التمسك بالزخمة الإيجابية الصاعد وإذا نجحت الأسعار بالثبات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى مستوى 0.9600 قد نشاهد امتداد المكاسب إلى مستويات تاريخية ولكن لن نشاهد هذه المستويات إلا باختراق مستوى الواحد فاصلة صفر ألف حيث أن اختراقها سوف يؤدي إلى مكاسب للدولار الأمريكي قد تطال مستوى الواحد فاصلة صفر ألفين وخمسمائة وقد نشاهد مستوى الواحد فاصلة صفر خمسة آلاف على المدى المتوسط ويلغى هذا السيناريو في حال تم كاسر مستوى 0.99600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديا الملقب بالمجنون ونشاهد أن زوج الباونديا حاليا يحاول أن يتمسك بالزخم الإيجابي الصعيد وإذا نجح بتأكيد اختراق مستوى الـ 165.950 سوف نشاهد امتداد المكاسب والانطلاق صوب مستويات المائة واحد وسبعون فاصلة مائتين ومائة وستة وسبعون فاصلة مائتين خلال التداولات القادمة ولن يلغى السيناريو الإيجابي الصاعد إلا بكسب مستوى 162.500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الزوج يتداول تحت الضغوط البيعية واستمرارية التداولات أدنى مستوى 0.64 ألف وأدنى متوسط المتحرك لا يزال يجرع الزوج المزيد من السلبية ونشاهد الأسعار تقترب من الدعم الرئيسي الماثل عن مستوى 0.61500 وبكسر هذا الدعم سوف نشاهد دخول الزوج في موجة بيعية عميقة قد تستهدف مستوى 0.59800 و 57500 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليراء التركية ولا يزال الزوج يتداول في ظل السيناريو الإيجابي الصاعد ولكن نشاهد على تداولات تقترب من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 18 ليرا ونصف مقابل الدولار الواحد حيث أن كسر مستوى 18 ليرا ونصف ينذر بدخول الزوج في موجة تصحيحية هابطة قد تستهدف مستوى 18.30 وقد نشاهد مستوى 18 ليرا مقابل الدولار الواحد ولن يستطيع الزوج أن يتحرر من محاولات التصحيح البيعية إلا إذا نجح باختراق مستوى 18.70 حيث أن اختراقها يمنح الزوج الزوج الأخضر لاستهداف مستويات 19 ليرا للدولار الواحد و 19.30 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الكورونا السويدية ونشاهد حتى اللحظة لا يزال يتداول زوج في ظل السيناريو الإيجابي الصاعد وذلك بثباته أعلى مستوى 11 وأعلى متوسط المتحرك ولكن فعليا لن نشاهد مكاسب قادمة للدولار الامريكي إلا باختراق مستوى 11.5 حيث أن اختراقها سوف تؤدي إلى الانطلاق صوب مستويات 12 و 12.5 خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي ونشاهد البيتكوين يتعرض لضغوط بيعية واستمرارية التداولات دون مستوى الحاجز النفس الماثل عن مستوى 20 ألف دولار للبيتكوين الواحدة لا تزال تضع البيتكوين في وضع حرج حيث أن التداولات على الشورت تيرن تتداول أدنى داون تريند لاين ولن تستطيع أسعار البيتكوين أن تتحرر من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 20 ألف دولار حيث أن اختراقها سوف يمنح الضغوط الأخضر للانطلاق صوب مستوى 23 ألف و26 ألف ولن نشاهد دخول أسعار البيتكوين في موجة بيعية وفي خسائر قوية جدا إلا بكسر مستوى 18 ألف دولار للبيتكوين الواحدة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الامريكي ونشاهد حتى اللحظة الريبل لا يزال ينجح بالتمسك بالزخم الإيجابي الصاعد وذلك بثباته وعلى 45 سنت وإذا نجحت أسعار الريبل بالتماسك أعلى 45 سنت سوف نشاهد امتداد المكاسب لتصعد مجددا صوب مستويات 60 سنت و70 سنت خلال التداولات الأسبوعية ولن يلغى هذا السيناريو إلا بكسر مستوى 45 سنت للريبل الواحدة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد ملك الملاذات الآمنة الذهب على اللونغ تيرم لا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الهابطة أدنى الداون تريند لاين وعلى الشورتين نشاهد أن الذهب لا يزال محصور في ظل قناة عرضية ما بين مستوى 1620 دولار للأنصة الواحدة وما بين 1690 دولار للأنصة الواحدة وحتى اللحظة لن نشاهد استئناف للمسار السلبي الهابط وتحقيق خسائر لملك الملاذات الآمنة الذهب إلا بكسر مستوى 1620 دولار حيث أن كسرها سوف يؤدي إلى تعميق خسائر الذهب واستهداف مستوى 1565 دولار للأنصة الواحدة وقد نشاهد مستوى 1500 دولار للأنصة الواحدة على اللونغ تيرم ولكن يشترط لتحقق هذا السيناريو ودخول الذهب في هذه الخسائر هو كسر مستوى 1620 بناء على قاعدة السلوك السعري ولن يستطيع ملك الملاذات الآمنة الذهب أن يتحرر من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 1690 دولار للأنصة الواحدة والثبات أعلىها إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة حتى اللحظة لا تزال تتجرع السلبية واستمرارية التداولات أدنى مستوى 18.60 لا تزال تضع الفضة في وضع حريق جدا قد تقود وتعزز الخسائر إلى مستويات 16.5 وقد نشاهد مستويات 14.30 على اللونغ تيرم ولن تستطيع الفضة أن تتحرر من الضغوط البيعية إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى 20 دولار للفضة إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يعود لأتداول في ظل القناة الرئيسية الهابطة مقتربا من منطقة دعم هامة جدا ومحورية حيث أنها توصف بنقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عن مستوى 84 دولار فاصلة 66 سنت حيث أن كسر هذا الدعم سوف يعزز دخول أسعار النفط الخام في الموجة الهابطة وقد نشاهد امتداد خسائر النفط الخام إلى مستويات 77 دولار فاصلة 60 سنت وقد نشاهد مستويات 69 دولار للبرميل الواحد خلال التداولات القادمة ولن تستطيع أسعار النفط الخام أن تتجنب الهبوط وتعود لتكوين مسار صاعد إلا باختراق مستوى 92 دولار للبرميل الواحد إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يفشل باختراق مستوى 6.90 وحتى اللحظة استمرارية التداولات أدنى 6.90 وأدنى المتوسط المتحرك وأدنى داون تريند لاين قد تقود أسعار الغاز الطبيعي إلى سلبية تستهدف مستوى 6.40 وخمسة فاصلة 80 على المدى الأسبوعي ولن يستطيع الغاز الطبيعي أن يتحرم من الضغوط البيعية وينجح بتكوين مسار فرعي صاعد إلا باختراق مستوى 6.90 والثبات أعلىها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وينشاهد مؤشر الداو جونز يحاول أن يتحرر من الضغوط البيعية والذي لن يستطيع أن يعود إلى تحقيق مكاسب ولن يستطيع أن يحقق فرص شرائية إلا باختراق مستوى 30 ألف حيث أن العودة مجددا وتأكيد اختراق الثلاثون ألف سوف ينجح بتكوين فرص شرائية تستهدف الواحد وثلاثون ألف واثنين وثلاثون ألف وسبعمائة على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسب مستوى 28 ألف واثنين وثلاثون ألف وثلاثون دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد مؤشر الداكس حتى اللحظة لا يزال يتداول تحت الضغوط البيعية وإذا استمرت التداولات دون 12 ألف وستمائة قد تتنامى الضغوط البيعية والذي لن نشاهد خسائر قادمة ومهولة لمؤشر الداكس إلا بكسب مستوى 12 ألف ومية حيث أن كسرها سوف يؤدي إلى استمرارية الخسائر إلى مستوى 11 ألف وستمائة و11 ألف خلال التداولات القادمة ولن يستطيع مؤشر الداكس أن يتجنب هذه الأضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 12 ألف وستمائة يورو إذن أخواني لعزانة انتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز SP500 ونشاهد الـ SP500 حتى اللحظة لا زال يتجرع الضغوط البيعية ومقتربا من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 3500 حيث أن كسرها سوف يؤدي إلى امتداد خسائر الـ SP500 الذي قد تطال مستوى 3253 ألف خلال التداولات القادمة ولن يستطيع الـ SP500 أن يتجنب السقوط وينجح بتعزيز مراكز شرائية جديدة إلا بالعودة على مستوى 3800 إذن أخواني لعزانة انتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية هابطة ونشاهد التداولات أيضا تستقر أدنى downtrend line الفرعي ونشاهد أيضا الأسعار تتداول أدنى متوسط المتحرك لمدة 55 يوم وظل ذلك نشاهد الأسعار تقترب من دعم هام جدا وهو مستوى 10 550 حيث أنك مستوى 10 550 تقود مؤشر النازدك إلى مستويات سلبية قد تستهدف مستوى 9708 850 على المدى المتوسط ولا يستطيع مؤشر النازدك أن يتحاشى السقوط وينجح بالتحرم من الضغوط البيعية إلا بالعودة مجددا أعلى مستوى 11 300 إذن أخواني لعزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية هابطة ولكنه يقترب من منطقة المقاومة الهامة الماثلة عن مستوى 6000 يورو حيث أن اختراقها سوف ينجح بتكوين موجة صحيحية صاعدة قد تصل لمستويات 6200 و 6500 ولكن لن يلغى هذا السيناريو التصحيحي الصاعد إلا بكسر مستوى 5780 حيث أن كسر هذا الدعم الماثل أمامكم بالخط الأحمر المتقطع سوف يعود إلى استمرارية التداول في ظل القناة الرئيسية الهابطة بانتظام واستهداف مستوى 55500 و 5200 إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا من يطير التحيات وفي أمان الله